صعوبة كبيرة يجدها قاطنو دوارد حامنى في معسكر للولوج إلى مساكنهم ذلك لأن الطرقات عبارة عن مسالك ترابية تتحول إلى برك مائية وأوحال شتاء وحفر وغبار متطاير في الأجواء صيفا تهيئة الحضارية الطرق هنا رمعنا مكاشف في المستنى ستنغبن واحد يجيبها كلهم يحطها الهيتا في الطريق باشي دخله يوصلها دارا ما يبغي شيء دخله ونعطيه ميات علم يدخل سبا ومحيطة على المدرسة هنا فان محيطة على المدرسة هنا فاني محيطة على كارث الصورة أود على المدرسة هنا مكسرة نقد أمامكم مكتوب قاطنو دحمنا طالبوا كذلك بالغاز وإزالة خطر الطريق المار بقريتهم عنا الغراوي اللي رميجوا يقرؤوا من الدوار الفوقاني اللي هو فليتا رميجوا هنا تا المدرسة هذه رميهودوا على كعيهم وراه الفورسي تاعد الطريق ماش كان ينسع بايتمشوا فيما رميتمشوا في الطريق وراه توقع بعض الأحيان لحوادث مورور لأولاق أسكاني ما يصلحوش الحاجة الزوجة الثانية للغاز هوا فيتعلينا هنا على المدرسة ما كاشية واحدة المئتين متر سكان قرية تحاملة يعني مشاريع في 2023 راح عندهم ربط بالغاز والماء وعدم توسيعة مدرسة والإنارة العمومية كانت مطلب أغلب السكان في المغ يعني وهذا إجراء إن شاء الله بداية من سنة 2023 إن شاء الله يا ربي بطاقات الفنيان المواجدين يعني قيمة المشروع عليه واجدة قضية إجراءة إدارية فقط يقر قاطنود حامنة بالاستفادة من قاعة علاج والماء الشروب وحصص للإعانة الريفية ويتمنون أن لا تتوقف عجلة التنمية عند هذا الحد ترجمة نانسي قنقر